حتى الآن عندما تحدثنا عن الضرب القياسي والاتجاهي كان تعريف يشمل مقدار ضرب إما جيب أو وجهة الزاوية بينهما ماذا لو لم تكن لدينا المتجهات مرئية؟ ماذا لو لم نكن نعلم الزاوية بينهما؟ كيف يمكن حساب الضرب الاتجاهي أو القياسي؟ لنعود إلى تعريف السابق الذي ذكرته من قبل نقول أن لدينا A ضرب B فإذا أخذنا الضرب القياسي لـ A ضرب B فهذا سيساوي مقدار A ضرب مقدار B ضرب إجتاء الزاوية بينهما أما في الضرب الاتجاهي فإن A ضرب B ستساوي مقدار A ضرب مقدار B ضرب جيب الزاوية بينهما وهذه نوع من الإسقطات المتعامدة عليهم ضرب المتجهة الوحدة N المتجهة القياسي للوحدة أي أنه يكون متعامد عليهم ونستخدم قاعدة اليد اليمنى ماذا لو لم نكن نرى المتجهات أو الزاوية بينهما؟ على سبيل المثال ماذا لو أعطيتك متجه A ماذا لو أعطيتك إياه بالرمز الهندسي؟ وفي الرمز الهندسي تعبر عن المتجهات بـ X و Y و Z لنفرد أن A تساوي تساوي خمسة خمسة I وهذا يعني أن خمسة في اتجاه X ناقص ستة J زائد ثلاثة K I و J و K هي وحدات على المحاور الأساسية X و Y و Z حسناً وخمسة هي كم نمشي في محور X وسالب ستة هي كم في الاتجاه حسب البعد الصادي أو Y وأيضاً ثلاثة هي البعد حسب اتجاه المحور الثالث Z ويمكن أن تحاول رسمها بيانياً باستخدام آلة الرسم البيانية ليعطيك فكرة أكبر عن الموضوع لنفرض لنفرض أنا بي أنا فقط أخترع هذه الأرقام لنفرض أنا بي أنها تساوي سالب 2I ونحن في نظام ثلاثي الأبعاد زائد زائد 7J زائد 4K ويمكن أن ترسمه ولكن من الواضح إذا كان هناك مسألة وإذا كنت تحاول تفثيل المتجهات عن طريق الكمبيوتر أو الحسوب هذه هي الطريقة التي من شأنها مساعدتك حيث لديك المحور X وY وZ وبدلاً من إضافة ذلك يجب أن تضيف المركبات المحطة لكن كيف يمكن ضربها سواء كان بالضرب الاتجاهي أو القياسي حسناً لم أثبته هنا لكن سأريك كيف تفعل ذلك الضرب القياسي سهل جداً عند استخدام هذه الرموز الهندسية طريقة أخرى لكتابة هذه الرموز وفي بعض الأحيان أحيان تكتب هذه الرموز وكأنها خمسة سالب الستة وثلاثة هذه فقد المقادير في اتجاه كل من X وY وZ أريد التأكد أنك مرتاح مع كل هذا ومرتاح مع كل هذه الرموز المختلفة ويمكن إعادة كتابة B بسالب 2-7-4 هذه كلها رموز مماثلة لا يجب أن تكون خائفاً من ذلك إذن كيف يمكن ضرب A ضرب B ضرباً قياسياً؟ حسناً هذا سيساوي أعتقد ستجد هذا سهلاً كل ما يجب فعله هو أن تضرب مركبات ال-I مضافة إلى مركبات ال-J معاً ومن ثم مضافة إلى مركبات ال-K إذن خمسة ضرب سالب 2 خمسة ضرب سالب 2 زائد سالب 6 ضرب 7 سالب 6 ضرب 7 زائد زائد ثلاثة ضرب 4 وهذا سيساوي هذا سيساوي سالب 10 وهذا سالب 42 زائد 12 وهذا سيساوي 52 زائد 12 وهذا يساوي النتيجة ستكون سالب 40 وهذا كل شيء هذا فقط رقم أنا في الواقع لدي فضول لرسم هذا في ثلاثية الأبعاد لرؤية لماذا هذا يساوي سالب 40 سيبدو كأنه يسير في اتجاهات متعاكسة وإسقطات ستبدو كأنها متعاكسة لهذا لدينا رقم سالب الهدف من هذا الفيديو لا أريد أن أربيكك هو فقط لحساب المتجهات وهي بسيطة بشكل بسيط أنت فقط تضرب مركبات الإكس وتضيف ذلك إلى مركبات الواي وتضيف ذلك إلى مركبات الزد مضروبة في بعضها البعض ويجب علينا أن نجد الضرب القياسي وسيكون الأمر لطيف وليس معقدا لكن أخذ الضرب الاتجاهي لهذه المتجهات عند وجود هذه الرموز لن يكون مباشر أو سهل وتذكر أن هناك طريقة أخرى لحال هذه المتجهات يمكن أن تجد المقادير ومن ثم تستخدم بعض الخيال عن طريق علم المثلثات لإيجاد ذيتا وتستخدم هذا التعريف لكن أكيد أنك ستدرك أن هذه طريقة أسهل لحالها لذا الضرب القياسي هو ممتع أكثر لنرى كيف يمكن تطبيق ضرب الاتجاه هنا وأنا لن أثبته فقط سأريد كيف نقوم به وفي الفيديوهات المستقبلية سيتطلب مني هذا في النهاية سأثبته الضرب الاتجاه هو معقد قليلا لم أتطلع أبدا لأخذ الضرب الاتجاهي لمتجهين بالرموز الهندسية إذن نأخذ A ضرب B ضربا اتجاهيا هذا هو تطبيق المصفوفات إذن ما سنقوم به هو أخذ العامل المحدد وسأرسم خط أكبر وهذه طريقة جيدة لتجعلك تتذكر كيف نقوم به وهذا لا يعطيك حدثة جيد لكن يمكن أن يكون هناك حدثة في من البداية كام المتجهات العمودية على بعضها مضروبة بهذه المقادير وقاعدة اليد اليمنى لإيجاد الاتجاه الذي تشير إليه والطريقة لحله إذا أعطيت رموز هندسية نكتب وحدات المتجهات في الأعلى هنا هكذا I, J, K حسنا ومن ثم نكتب المتجه الأول في الضرب الاتجاهي لأن الترتيب يهم وذلك هو خمسة سالب ستة وثلاثة ومن ثم نأخذ المتجه الثاني وهو سالب اثنان سبعة وأربعة سنأخذ العامل المحدد لهذه الثلاث في ثلاث مصفوفات وكيف يتم هذا؟ وهذا سيساوي المحددة الفرعية لـ I إذن المحددات الفرعية بحيث تتخلص من هذا العمود في هذا الصف في طبقة العامل المحدد فقط إذن هذا سيساوي سالب ستة ثلاثة سبعة وأربعة ضرب I ضرب I لا أعلم إذا كنت تتذكر كيف نقوم بهذا لكن يمكن أن أساعدك لتنشيط ذاكرتك تذكر أنها زائد ناقص زائد ومن ثم هذا سيكون ناقص المحدد الفرعي لـ J وهو وما هو المحدد الفرعي لـ J؟ وضرب العمدة هذه المصفوفة إذن سيكون سيكون خمسة ثلاثة وسالب اثنان وسالب اثنان وأربعة ضرب J أريد أن أقوم بجمعهم في خط واحد حسناً لأنها ستبدو بالشكل الأفضل إذن هذا زائد محددة K وهي تساوي خمسة سالب ستة وسالب اثنان وسبعة ضرب K الآن لنحسبهم ولنمسح بعض الأشياء لأن هذا حجمه كبير لا أعتقد أننا نريد هذا على ماذا سنحصل حسناً نأخذ هذه من هنا إذن هذه المحددات من مصفوفة اثنان ضرب اثنان إذن نقوم بالضرب هنا بدرب المصفوفات سالب ستة ضرب سالب ستة ضرب أربعة تساوي سالب أربعة وعشرون ناقص واحد وعشرون ناقص هذه المصفوفة نضربها فتعطينا خمسة في أربعة عشرون وثلاثة في سالب اثنان يعطي سالب ستة سالب ستة إذن J حسناً ومن ثم نضيف المصفوفة هذه إذن هذه ستساوي خمس وثلاثون وسالب اثنان في سالب ستة هذا سيعطي ناقص 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 اثنى عشر كي ويمكن تبسيط هذا إذن لا داعي للقوسين هنا إذن هذا سيساوي سالب خمس وثلاثون اي وعشرون ناقص ناقص ستة هذا يصبح زائد ستة إذن عشرون زائد ستة يساوي ستون وعشرون ثم لدينا ستون ناقص فيصبح لدينا ستون وعشرون J إذن وهذا سيساوي خمس وثلاثون ناقص اثنى عشر يساوي ثلاثون وعشرون إذا رسمت هذا في ثلاثي الأبعاد سترى وهذا هو المثيل الاهتمام هذا المتجه إذن الحسابات صحيحة إذا كانت الحسابات صحيحة حسنا أن هذا المتجه سيكون عمودي على هذين المتجهين أعتقد سأترككم الآن وأراكم في الفيديو القادم وعلى أمل أن أجد برنامج لحساب ذلك لأنني أعتقد أنه سوف يكون ممتع للحساب كل من الضرب القياسي والاتجاهي باستخدام هذه الطرق التي شاهدناها ولرسمها ولإثبات أنها تجدي نفعا إن هذه المتجه هو اليد اليمنى وهو عمودي على هذين الاثنين ويشير في إتجاه يمكن تبيينه باستخدام قاعدة اليد اليمنى أراكم في الفيديو التالي إلى اللقاء